السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف الثاني ان شاء الله تكونوا بأفضل حال افتحوا معي صفحة 34 درسنا اليوم يتحدث عن كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم اش يعني كفالة؟ معناته انه أبي طالب هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام كفله يعني هنت أهتم في بورعاه وأخذه عنده بحمايته يحميه هذا معنى كفالة انه اتكفله بكل حاجة تخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة قده نحن نعرف انه الرسول عليه الصلاة والسلام ابوه توفى وعاده في بطن امه عاده فين؟ داخل بطن امه في بطن امه من رعاه بعد وفاة ابوه قده عبد المطلب كان قده يرعاه بعد ما قده توفى هنا الدرس يديه يشرح لنا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب من كان عمه؟ أبي طالب بعد وفاة قده عبد المطلب يعني عمه أبي طالب اتول رعاه وكفله وتحمل يعني مسؤوليته مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة من؟ بعد ما قده توفى له اسمه عبد المطلب كان عمه يحبه أكثر من أولاده يعني عنه هذا أبي طالب كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من عياله كان أبي طالب هذا يسحبه معه أينما ذهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يسحبه كان يعني ياخده معه فين ما يروح أي مكان يروحه ياخد معه الرسول عليه الصلاة والسلام كان لقد رعاه أبو طالب وحماه أبو طالب حماه من كفار قريش حتى يعني كانت كفار قريش ما كانوا يقدروا يعملوا أي حاجة لأنه كان بحماية من عمه أبو طالب كان يحميه وينتبه له من أي حاجة لقد كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال يعني كان معه كثير عيال بس ما بشمعه فلوس كثير كان معه قليل المال كان يسمى أي شيء يقول عنه قليل المال لذلك اشتغل محمد صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام برعي الغنم من أجل مساعدة عمه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هنا نشوف صورة أول شيء توضح لنا أنه عمه هذا صورة افتراضية بس رسمة يعني مش الصورة الحقيقية العمه أنه كفل أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماقنا كفل يعني أبي طالب هذا عم الرسول كان يأخذه معه في الميروح وينتبه له ويحميه بعدين الصورة الثانية توضح لنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم ليش الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل برعاية الغنم علشان يساعد عمه أبي طالب تمام أبو طالب لأنه كان معه كثير عيال بس كان ما فيش معه فلوس كثير فكان الرسول عليه الصلاة والسلام علشان يساعد عمه هذا أبي طالب السوى يرعى الأغنام هذا إيش يروي لنا أنه الإنسان الشغل مش عب عادي واحد يشتغل أي حاجة علشان أنت تساعد تساعد أبوك أو تساعد أي حد أو تساعد حتى نفسك تشتغل أي حاجة الشغل مش عب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل راعي غنم علشان يساعد عمه أبي طالب أنا أتعلم واحد كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جدي يعني متى أبو طالب تكفل برعاية الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة قده اللي هو عبد المطلب اثنين كان أبو طالب يحب الرسول أكتر من أولاده نحن نعرف أنه كان أبي طالب هذا عم الرسول كان يحبه أكتر من عياله كان أبو طالب يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه نحن قدنا أنه عمه هذا كان ينتبه له يحميه من كفار قريش ومن أبيتهم أربعة أستغل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية حياة أشتغل أشتغل الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية حياته برعي الغنم إيش أشتغل بداية حياته الرسول رعي الغنم نفهم من درسنا أول شيء أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد أبوهم توفي من رعاه كفله قده عبد المطلب بعد ما توفى قده من رعاه أبي طالب أبي طالب هذا كان يحب الرسول أكثر من أولاده وكان يأخذه معه بكل مكان وحماه وكان ينتبه له ويحميه وكفله ورعاه وكان يحبه أكثر من عياله هو كان عنده عيال كثير بس كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحد وإيش كمان كان قليل المال هذا أبو طالب تمام عمه هذا عم الرسول كان ما في شمعه فلوس كثير فكان الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يساعده رح اشتغل إيش أول شغلان اشتغله رعي الأغنام ونحنا قلنا إنه رعي الأغنام أو أي شغل ثاني أي شغل مشعب إذا أنت بتساعد نفسك أو تساعد الناس اللي تحبهم الواقب نشاط الدرس في الكتاب صفحة 35 السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر